مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من بيت للكل في الذكرى الخامسة والسبعين لنكبة الشعب العربي الفلسطيني لابد من وقفة تأمل نعيد خلالها استخلاص العبر فيما يتعلق بارتدادات النكبة التي غيرت معالم المنطقة برمتها وأسست لواقع جديد قوامه دولة احتلال غاصبة على أنقضي شعب بأرضه ومقدراته ومقدساته ومستقبله نعم خميس اليوم عندما نقف ونتحدث عن حرب 1948 ونتحدث أيضا عن حرب النكبة كانت ولا زالت لها التأثير على الأمة العربية مشتركة اليوم نقف ليس فقط أن نستذكر وإنما أيضا لنؤكد ونصر بأن فلسطين عربية إسلامية وأن فلسطين هي للفلسطينيين وأن القدس هي للمسلمين والمسيحيين ذلك الحق الذي لا يسقط ولن يسقط بالتقادم التحيات لكم زملائي ومتابعي برنامجنا العربي بيت للكل من خلال شاشة القناة المصرية والقناة الأردنية والقناة الفلسطينية وقناة العراقية حقيقة هذا البرنامج العربي الذي يلامس شغاف القلب في جميع مقتضيات البلدان العربية والهموم العربية هذا البرنامج الذي من خلاله هو الرسالة الأهم بأن نجتمع كعرب وكأخوة في جميع المواقف التي تساهم في مساندة البلدان العربية في هذا المحور حقيقة نتحدث اليوم عن قضية العرب الكبرى وهي قضية فلسطين التي تعني الكثير لدى العرب هي قضيتنا التي نبحث عنها من خلال أعوام مضت ولسنوات طوال ما زال الشعب الفلسطيني الصامد الصابر يجاهد ويضحي ويعطي الكثير من الدماء من أجل إعادة واستعادة هذه الأرض المباركة إلى أصحابها زملاء الأعزاء لانا أحمد خميس بحييكم من القاهرة هذه الحلقة نتذكر فيها يوم صعب ووقت صعب جداً النكبة على أرض فلسطين هيا نتذكر هذا اليوم اللي ما نحبش نفتكره ولا نحب حتى نتذكر هذه التفاصيل والأيام كيف كانت ولكن هي تذكرة لابد أن نعيد هذا اليوم ونتذكر ونتحدث ونتكلم ونذكر كل التفاصيل حتى يظل التاريخ باقي لكل الأجيال التي لم تعرف ولم تقرأ ولا تشعر خلينا نذكر كل الأجيال هذه الحلقة تحديداً يعني نحن نتذكر هذه الأيام ونعود لأيام صعبة عشها الشعب الفلسطيني وعشتها أيضاً الأمة العربية التي تؤازر وتساند هذا الشعب حتى هذه اللحظة تعالوا نعود إلى تقرير وفي هذا التقرير نتذكر معكم كيف كانت هذه الأيام كيف أفرزت هذه النكبة من مشاكل ومصاعب وكيف كانت الأثار ومزالت حتى هذه اللحظة تقرير ونعود ونستكمل معكم لقاؤنا الليلة الخامس عشر من أيار تاريخ فارق في حياة ووجود الشعب العربي الفلسطيني منذ العام 1948 إلى يومنا هذا وتستمر معاناة وارتدادات هذا اليوم الذي أعلنت فيه العصابات الصيونية إقامة دولة عنصرية فاشية على أنقاض شعب وحضارة أمة متجذر وجودها منذ بدء التاريخ الإنساني في أكبر عملية تضخير عرقي شهيدها القرن العشرين حيث شرد ما يربو عن ثمانمائة ألف فلسطيني من أصل مليون وأربعمائة ألف قصرا من قراهم ومدنهم بقوة وتم إحلال المهاجرين اليهود مكانهم لتسيطر الوصابات الصيونية خلال النكبة على سبعمائة وأربع وسبعين قرية ومدينة فلسطينية تم تدمير خمسمائة وأحدى وثلاثين منها بالكامل وتمس معالمها الحضارية والتاريخية ومتبقى تم إخضاعه إلى كيان الاحتلال وقوانينه مرتكبة أكثر من سبعين مجزرة بحق الفلسطينيين تمثل كل واحدة منها جريمة حرب وجريمة بحق الإنسانية وتصنف في إطار جرائم الإبادة الجماعية كانت معارك النكبة غير متكافئة نتيجة تواطئ سلطات الانتداب البريطاني التي قدمت الوعد المشؤوم عام 1917 لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين فزودت العصابات الصيونية بالسلاح وساهمت في توطينهم ومارست أبشع عنواع التنكيل بحق المقاومة الفلسطينية ومن يناصرها من العرب رغم مشاركة نحو عشرة ألاف جندي مصري وأربعة ألاف وخمسمائة جندي أردني وألفين وخمسمائة جندي عراقي وألف وثمانمائة وستة وسبعين جنديا سوريا وغيرهم من المتطوعين في جيش الإنقاذ إلا أن ميزان القوة العسكرية كان مائلا بشدة لصالح الصهيين المستعدين لهذا اليوم بالتنسيق مع سلطات الانتداب بلغ عدد شهداء الفلسطينيين في معارك النكبة نحو خمسة عشر ألف شهيد وحوالي سبعة ألاف شهيد عربي رووا بدمائهم الزكية أرض فلسطين المباركة وليتهجر الفلسطينيون في ثمانية وخمسين مخيما للاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان لم تنتهي النكبة الفلسطينية عام الف وتسعمائة وثمانية واربعين بل تبيعها نكبات أخرى مرورا بنكسة عام الف وتسعمائة وسبعة وستين التي شردت نحو مئتي ألف فلسطيني وصولا إلى نوايا الاحتلال بضم الأغوار الفلسطينية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية لإحلال نكبة جديدة بدأت فصولها بإعلان ما يسمى بصفقة القرن التي تعمل على تصفية قضية اللاجئين وتنكر عليهم حقهم في العودة وتقرير المصير الذي يستمد مشروعيته من حقهم التاريخي في وطنهم والقانون الدولي الإنساني لتبقى النكبة مستمرة في فضاءات متجديدة من الحياة الفلسطينية التي أنتجت شعبا مشردا في كافة أسقاع الدنيا ووطنا ممزقا محتلا إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا وللحديث مشاهدينا حول هذه الذكرى الأليمة التي حلت بأبناء الشعب الفلسطيني نتحدث عن ذكرى النكبة الخامسة وسبعين سعدني أن أرحب بضيفي في الستوديو الدكتور أحمد صبح السياسي والدبلوماسي الفلسطيني دكتور أهلا ومرحبا بك معنا أهلا وسهلا بك دكتور عندما نقول عن فلسطين ما قبل النكبة فلسطين المنارة التي كانت تنبض بالحياة التي كانت مزارا لكل المثقفين والمبدعين كانت عناصر الإبداع طاغية وعناصر الإبداع أيضا طاغية في هذا البلد كذلك الاقتصاد عندما نتحدث عن هذه المقاومات الكبيرة ماذا نعني بها بعد خمسة وسبعين عاما من هذا الاحتلال الذي ما زال جاثم على صدورنا لعلمنا المناسب أن نذكر بأن الله سبحانه وتعالى قد حبى فلسطين بموقع جغرافي مميز فهي حلقة الوصل بين قارات الثلاث التي تشكل العالم القديم بين أسيا وإفريقيا وأوروبا وحباها أيضا بأن بها تاريخ أكثر من الجغرافية وهذا التاريخ مقدس وهو مقدس للديات السماوية الثلاث وبالتالي كان شعب فلسطين مطالب بأن يكون حامي لهذا الواقع التاريخي المقدس ولهذه الجغرافية المميزة وكان أيضا عليه أن يتعامل مع ثقافات وحضارات ولغات وشعوب الأرض عندما تأتي إلى هذه الأرض المقدسة لم يكن سرا بأن في مع بداية القرن العشرين كانت اللغات الحية موجودة بفلسطين كنت تذهب إلى القدس إلى بيت لحم إلى حيفا إلى يافا ومن الطبيعي جدا أن تكون هناك مدارس تدرس باللغة الإنجليزية وبالعربية وبالفرنسية وبالألمانية وبقي بعدها حتى سنوات متقدمة الأدلاء السياحيين الفلسطينيين كانوا يتقنوا نقل الرواية ونقل هذا التاريخ وهذه الجغرافية بحيوية وبدفئ وبرسالة احتراف للعالم أجمع الشعب الفلسطيني عام 1900 مثلا كان 600 ألف وكان محدش بيحكي على أي خلاف لا ديني ولا عقائدي كان شعب مسالم من 600 ألف كان 24 ألف يهودي و 576 ألف مسلم ومسيحي جدي قال لأبي وأبي قال لي أنه كان له أصدقاء يطلع من القريب حد حيفا يروح يوم الأحد عن ناصري يأخذ معه فواكه خضار ويرجع بشوية كماش من أصحابه المسيحيين هذا من العرب توريث الحكاية تاريخ الشفاوي جميل جدا وكان يروح صاحبه حيين بحيفا يبيعوا اللبن والجبن ويجيب من عنده بعض المنتوجات مثل الشاي الجاهز ومثل القهوة المطحونة إلى آخر ذلك بمعنى أن شعبنا كان مثالا للتعايش الحضاري الديني الإنساني مع بداية القرن حتى عندما أعطي ما يسمى بوعد بيلفور عام 1917 كأحد النتائج الأولى لمن فاز وربح الحرب العالمية الأولى كان شعب فلسطين سبعمائة ألف ستة وسبعين ألف يهودي وخمسمية وستة واربعة وعشرين ألف مسلم ومسيحي وفقط مع الحركة الصهيونية ومع الانتداب البريطاني ومع تشكيل الميليشيات بدأ العنف وبدأ الحرب وبدأت سياسة الإحلال التي صدرت لنا ولم تكن جزءا من مكوناتنا بالعكس كانت مكوناتنا حتى تلك اللحظة تعايش يضرب به المثل وكانوا الأوروبيين يكتبوا عن هذا التعايش وعن هذا الشعب الحضاري ذات مقومات كبيرة وكل شيء جاهز فيها اليوم نسمع سؤال دكتور على لسان الكثيرين من ممكن أبنائنا في أعمارنا أو أقل عمرا مننا لماذا فلسطين بالتحديد؟ لماذا حل فلسطين ما حل بها من احتلال ونكبة وتشريد وترويع وقتل حتى وصلنا إلى هذا التاريخ 75 عاما على النكبة وما زالت القضية الفلسطينية في أروقة الأمم المتحدة في المحافل الدولية وما زال الفلسطيني أيضا مطاد ونحن نحيي هذه الذكرى نحن نعيش أجواء النكبة في مخيماتنا نعيشها في الاستعمار نعيشها في الاستيطان بكل الأشكال كما تفضلت بالضبط يعني لماذا فلسطين أكيد نحن متفقين بأن النكبة لم تنتهي بحصولها عام 1948 استمرت باللجوء استمرت بعدم تمكين اللاجئين الفلسطينيين من أن يطبق عليهم قراراته للمتحدة ذات الصلة خاصة لانقرار 194 بالعودة والتعويض ولكن النكبة مستمرة اليوم بالنشاط الاستيطاني الذي يحاول أن يقدم الأرض الفلسطينية بالتدريج ولكن أيضا مرة أخرى لماذا فلسطين في 1860 كان الاستعمار البريطاني قد بدأ في روديسيا وجنوب إفريقيا محاولة إحلال محاولة استعمار استيطاني ولكن لم يجدوا شيء جذاب مستقطب يضعوه على الطاولة هناك كانت مزارع كانت قتل فأرادوا هنا أن يستفيدوا من أكثر من شيء الموقع الجغرافي المميز الموقع التاريخي المميز وبإمكانهم يستغلوا الدين لأغراض استعمارية ما جرى بفلسطين هو مشروع استعماري استيطاني إحلالي أمريكي بريطاني استغل به اليهود واستغل به اليهود أن هذه الأرض مقدسة للجميع نحن لا ننكر قدسيتها على أحد ولكن ننكر أن تكون قدسية حصرية لأحد فنحن متعايشين مع تاريخنا ومتعايشين مع جرافيتنا إذا أضفنا إلى ذلك بأن الاستعمار القديم كان يريد أن يصل إلى الهند ويريد أن يسيطر على قناة السويس التي بنيت نفهم معنى إن شاء هذا الجسم الغريب ليمنع وحدة العالم العربي جزء الآسيوي عن جزء إفريقي أن يبقى يسيطر أن يبقى يترك المنطقة العربية مشغولة بأن وارداتها وكل ما لديها يجب أن يذهب عكس التنمية عكس التقدم عكس العلم عكس التربية إنما للسلاح وللقتال وللحرب ويبقى إسرائيل أداة حربية متواجدة بالمنطقة تحت الطلب وهذا تحت الطلب شفنا بس بضرب مثلين عمل في 1956 العدوان الثلاثة على مصر وقال بن جوريون في مذكراته لم أشعر أبداً بأننا كلب فيه حبل طويل وإنت ما بدهم بشدوه وإنت ما بدهم برخوه لما زناور قال له انسحب يعني بده ينسحب ونعود إلى 1990-1991 عندما الرئيس جورج بوش قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي إنه عشرة مليارات دولار للقروض إذا بتروح على مدريد وإذا بتروحش على مدريد فش قروض ذهب إلى مدريد بمعنى أن الإدارة الأمريكية التي كانت وراء الإدارة البريطانية عند وعد بيلفور والتي ورثت وعد بيلفور والإدارة البريطانية كلها وترأست العالم الغربي الاستعماري كانوا يخططوا أن تبقى إسرائيل قاعدة عسكرية متقدمة للغرب لمنع وحدة العرب ومنع وحدة المنطقة وبالتالي لهذا جاءوا إلى فلسطين ولهذا النكبة مستمرة حتى يومنا هذا دكتور أحمد نحن مستمرين معك في هذا الحوار أشيق حول هذا الموضوع الذكرى أليمة على الشعب الفلسطيني ولكن أن نستذكر كل هذه القضايا المتعلقة بالشعب الفلسطيني ما قبل النكبة وإبراز الوجه الحقيقي لفلسطين التاريخية هذا مهم ومهم أيضا لجمهورنا العربي من المحيط إلى الخليج واسمحنا نتواجه إلى العاصمة المصرية القاهرة مشاهدينا نحن الآن في استوديو القاهرة في بيت للكل ونكمل هذا الموضوع الهام النكبة وفلسطين الحقيقة حتى هذه الكلمة يعني نتمنى أن تزول ونتمنى أن يكون هناك كلمات أخرى الاحتفال والعودة والنصف ورفع العلم الفلسطيني نواصل معكم اللقاء من استوديو بيت للكل ولقاءنا مع الأديب والدبلوماسي الأستاذ ناجي ناجي مساء الخير يا فلسطين مساء النور وأهلا وسهلا يعني عندما نتحدث عن فلسطين نتحدث عن جزء ودولة عزيزة وكيان كبير جدا تربينا وموجود داخل القلوب خلينا نروح مع حضرتك إلى ما قبل هذه النكبة كلمنا عن فلسطين كيف كانت كدولة كيف كان الحال الفلسطيني وكيف كان الشأ ومن هم الفلسطينيون اللي كانوا موجودين وعايشين في بلدنا هناك يعني شكرا جزيلا على هذا السؤال بالرغم من أنه سؤال ذو شجون حقيقة ولكن ربما من المهم للغاية التفكير بما كانت عليه فلسطين قبل النكبة هذه الذكرى الأليمة التي هي عار على جبين الإنسانية جمعاء وليس في المنطقة فحسب فلسطين قبل النكبة كانت إحدى أهم المراكز الحضارية في المنطقة كلنا نعلم أن هناك بعض الدول التي لديها إرث حضاري كبير جدا واحدة من أهم هذه الدول كانت فلسطين فلسطين التي كانت قلعة حضارية وفنية وثقافية بما تحمله الكلمة من معنى فلسطين التي كان لها إرث عقائد كبير عند المسلمين والمسيحيين على السواء البلد الأرض التي تحمل كنيسة البشارة والميلاد والقيامة والتي تحمل أولى القبلتين وثالث الحرمين وبالتالي هي لم تكن منطقة عادية في هذا العالم وإنما كانت منطقة مميزة منطقة لها تأثير قوي في كافة المناحي الموجودة ربما من بعض الشواهد التي نستذكرها سويا على سبيل المثال أن الكاتبة الكبيرة ميز زيادة ولدت في فلسطين وهي من أبن سوري وأن الموسيقي ليس سحاب على سبيل المثال وأيضا من أبن لبناني ولد في يافا في فلسطين هذا يأخذنا إلى سؤال لماذا كان يأتي هؤلاء من كل أسقاع الأرض ليسكنوا في فلسطين قبل هذا السؤال علشان حضرتك بتتكلم أنا يهمني أن الجيل الجديد الذي لم يعيش ما عشناه نحن من أجيال مع القضية الفلسطينية يتعرف أيضا على يعني فلسطين أصلها واسعة إحنا بنتكلم على أريحة بنتكلم على يافا على رمالة على نابلس على الجليل على بيتلحم كل هذه المدن القدس طبعا غزة كل هذه المدن كيف كانت يعني يسمي الأشياء حتى الناس كمان تعرف فلسطين مش مجرد يعني القدس وغزة زي ما بنسمع أو رمالة فلسطين فيها أماكن كثيرة صحيح أستاذة شافكي كل فلسطين كانت منبع حضاري وربما من المهم الإشارة إلى مثلا أن القدس وحدها عام 1930 كان بها 33 فرقة مصرحية هذه الفرقة المصرحية بدأت فرقة مصرحية مدرسية ثم كنسية ثم تجارية بمعنى أن هو مسرح كامل على الإطلاق فلسطين عام 1920 أصدرت مجلة اسمها مجلة النفائس هذه المجلة كان رئيس تحريرها خليل بيدس وهو أول من ترجم توليستوي على سبيل المثال إلى اللغة العربية كان بها 55 مجلة و 27 صحيفة كانت تصدر بشكل متواصل في فلسطين حتى عام 1948 قوة النعمة كانت قوية جدا بالطبع بالطبع وهذا أحد الأسباب الإذاعة الفلسطينية هي الثاني إذاعة في كل المنطقة بعد الإذاعة المصرية كانت إذاعة القدس وربما من بعض الكواليس الموجودة أن مثلا فنان بحجم الفنان العظيم محمد عبد المطلب كانت الانطلاق الحقيقية لمحمد عبد المطلب من إذاعة القدس هنا القدس معكم محمد عبد المطلب نعم صحيح كان بيغني إيه محمد عبد المطلب وقتها يعني كل أغانية الأولى التي بدأها يعني طبعا بالبداية كان هنا في إذاعة القاهرة ومن ثم بدأ الانطلاق والانتشار الحقيقي في مدينة القدس أيضا المطربة أسمهان المطربة العظيمة طبعا كوكب الشرق أم كل شرق جاءت إلى فلسطين وأحيت حفلين وهنا أيضا فين الحفلة كانت الأولى في القدس والثاني في حيفا حيفا نعم والحقيقة أنه هذا في وراها قصة كبيرة وعظيمة المغزى والمعنى أنه هذه الفنانة العظيمة عندما لقبت بكوكب الشرق كان تيمنا بكازينو اسمه الشرق في حيفا وقت ذاك عندما ذهلوا بصوت هذه الفنانة العظيمة أسموها هي كوكب للشرق نعم نعم هذه من قصة تسمية هذه الفنانة العظيمة وهذا أيضا يعطينا أداش كان في ذاك الوقت العلاقات الثقافية يعني جيرة بمصر وفلسطين زي ما فلسطين وسوريا ولبنان كانت مفتوحة بعض كان عالم موجود وفلسطين هذه المدينة الحضارية اللي كان فيها كل هذا الكم من الأداء الثقافي والتراثي والحضاري الكبير الذي الحقيقة لا نستطيع إلا أن نستفكره بغصة في القلب ولكن بنفس الوقت هو دليل على تجذير هذا الشعب على أرضه طوال الفترات الماضية أقول لحضرتك مثلا أن الفرقة المسرحية كانت تأتي من مصر لتعرض يعني يوسف بيك وهبي كان ضيف دائم كان عنده فرقة اسمه فرقة ترامسيس المسرحية كان دائما يذهب إلى حيفا وعكا ويافا ويعرض هناك بشكل دائم نعم توفيق الحكيم هذا الكاتب القام الكبير كان دائما موجود إسعاف النشاشيبي كان في القدس عنده أول صالون أدبي في المنطقة أنا سأقول لحضرتك هو أساسا حركة المسرح بدأت في الشام صحيح يعني حركة المسرح أصلا فكانت قوية جدا صحيح طيب علشان الوقت ما ياخدناش وإحنا طماعين في كم من المعلومات يعني ما تذكره الآن أستاذ ناجي فأنت تؤكد بأن فلسطين كانت عبارة عن منبر إعلامي وفني وثقافي كبير جدا في المنطقة صحيح طيب أستاذ ناجي لماذا فلسطين لماذا اختار الاحتلال فلسطين في هذا التوقيت يعني هذا سؤال هام ويأخذنا إلى عام 1886 عندما كان في ذاك الوقت في ثلاث مقترحات لإقامة وطن قومي لليهود هي أغندا، الأرجنتين، فلسطين بعد مداولات كان في أكثر من تيار ولكن فلسطين كانت لدي أسباب ثلاثة الأول هو الموقع الجغرافي المتميز ثانيا هو مصالح الدول الاستعمارية الكبرى في ذاك الوقت وعلى رأسها بريطانيا ثلاثة وهو الأهم بالنسبة لهم أنهم كانوا سيوجدوا ذريعة دينية قائمة على الأسطورة وبالتالي بالنسبة لهم كان من المنطقي هو تسويق فلسطين في ذاك الوقت صحيح قصة حائط المبكة طبعا طبعا وتأويل الأديان والعقائد وما إلى ذلك بعدها عام 1897 عقد مؤتمر بازل الأول في ذاك المؤتمر تم إقرار أن فلسطين كأن تكون هي الوطن القومي لليهود ثم كان وعد من لا يملك لمن لا يستهر نعم وعد بلفر المشؤوم الذي أيضا كان من الأمور التي أسست لمفهوم إقامة وطن قومي لليهود على أرض دولة فلسطين ومن عبثية الأشياء أن حتى ما كتب في كل الأدبيات المتعلقة بتلك الفترة كان يقول على أرض فلسطين يعني هناك اعتراف منذ الوثائق الأولى لإهداء هذا الوطن الذي له أصحاب وأرباب إلى فئة معينة كان على أرض لها شعب ولها أصحاب ولها من يستحقون ولها كيان كامل ولها حضارة ولها تراث ولها إرث ومن ثم من بعد ذلك كان بدأت الهجرات ولكنها كانت قدر ما الأوروبيين على وجه الخصوص والدول الاستعمارية كانت تدفع بهذه الهجرات إلا أنها لم تصل إلى الحد الذي نستطيع أن نقول أنه حقق المبتغى الأوروبي والاستعماري وأيضا اليهودي في ذلك الوقت حتى جاء العام 1936 في ذلك العام كان هناك الثورة العربية الكبرى ضد الهجرات التي كانت موجودة ضد التمييز الذي كان الانتداب البريطاني يميزه وكان محاولات التسهيل القائمة وتوالت المبادرات من 1936 حتى هناك استجلاب لعصابات الهجانا والأرغون والشتيرين حتى جاء العام 1948 في ذلك الوقت طبعا قرار التقسيم قبل ذلك كان واضح أنه هناك الرغبة رغبة المجتمع الدولي وبدافع حقيقي من الدول الاستعمارية ذاهب إلى تقسيم فلسطين وهو ما رفضوا العرب والفلسطينيون على السواء ثم كانت النكبة هذا العار الذي لم يأتي مثله في تاريخ البشرية عندما تحالفت العصابات على هدم هذه الحضارة العظيمة على أرض فلسطين صحيح على اغتصابها نعم هذا كان اغتصاب طيب سؤالي هنا يعني يمكن أنا يسعدني كثيرا أن أنا شفت فلسطين وأكلت من أرض فلسطين وقفت على أرض فلسطين ويا رب أرجع أروح فلسطين كلها يعني لكن سؤالي هنا بعد استجلاب خليني أقول الصهاينة أو الإسرائيليين من أسيا ومن أفريقيا ومن أوروبا ومن أمريكا وهكذا إلى أرض فلسطين من الفلسطيني الذي بقي ومن الفلسطيني الذي اضطر أن يهاجر يعني هو كان من نتائج النكبة تهجير نحو 800 ألف فلسطيني تمام تهجيرهم من أرضهم من بلادهم وكان أيضا وربما أنا أفهم من هذا السؤال مغزاة أن الوضع كان على الميدانية من أصعب ما يمكن ارتكب الاحتلال في ذاك الوقت العصبات اللي كانت موجودة سبعين مجزرة سبعين مجزرة أودت بخمسة عشر ألف شهيد وتلت تلاف وخمسمية من العرب أيضا إبادة نعم هي حرب إبادة حقيقية ولا هذه المجازر التي طبعا كل دولة الكيان حتى هذه اللحظة تحاول التستر عليها دائما ونفيها وأقول لك أن هذا العام على سبيل المثال هناك فيلم اسمه الطنطورة هذا الفلم اللي أنجزوه إسرائيليين وفي هذا الفلم هناك اعترافات من القتلى نفسهم وهم طبعا كلهم طاعنين في السن الآن وهناك محولات للتكتم التام عليهم ولكن كان هناك تسجيلات أخرجها مخرج وهم يعترفون بمجزرة طنطورة كيف تمت وكيف تم دفن الفلسطينيين في ذاك المكان أهل المكان أهل القرية وهذه المجزرة التي تمت في الطنطورة مثلها تم سبعين مجزرة وبيد خلالها خمسمية واحد وتلاتين قرية فلسطينية وتم احتلال سبعمية أربعة وسبعين قرية فلسطينية لذلك عدم نتحدث نعم هي ليست حدثا عابرا في التاريخ وهي ليست بالأمر السهل وعلينا أن نستذكرها بكل مآسيها كل عام لكي نورث لأبنائنا جيلا بعد جيل ما تم في هذا البشرية على جميل هذه البشرية من عارن أعتقد أنه من غير اللائق على الإطلاق بعد مرور كل هذه السنين أن نأتي ونتحدث عن العدالة طالما هذه النكبة حتى الآن أثارها تلوم ليس بالفلسطينيين فقط أكيد عارف حضرتك أنا مش خايفة على الجيل اللي موجود لأن ما حدث في الشيخ جراح أكد لنا بأنه الأجيال بتولد أبطال لكن سؤالي هنا وأنا يمكن شفت الفلسطينيين اللي موجودين الآن في فلسطين اللي المتعلمين المبتسمين المكافحين الرابدين اللي بيتنقلوا علشان يشوفوا أهليهم وهم فتحين صدرهم وعايشين الحياة يعماروا ويبنوا من هو الفلسطيني الشاب اللي بيعمر الآن رغم كل الصعوبة اللي موجودة؟ 150 ألف فلسطيني كانوا عن 48 في أراضي 48 اليوم عددهم 1.700.000 الفلسطينيين الذين هجروا الآن عدد اللاجئين في الخارج 6.600.000 فلسطيني هذا المقيدين في الأنروا غير الباقيين الشعب الفلسطيني حسب دارة الإحصاء 14.200.000 فلسطيني في العالم كل واحد منهم هو سفير لبلده جيل بعد جيل الفلسطيني عم بيورث السردية الأم عم بيورث الرواية طالما الرواية بخير صدقيني الظروف ميدانيا وموضوعيا حتما ستتغير يوما ما المهم الحفاظ على الهوية على الذاكرة على قصة على ما جرى ودون ذلك الظروف بالنهاية هي ليست مطلقة وهكذا عجلة التاريخ تقول ذلك وليسا نحن نقول ذلك ما هو عوان الأمل للأجيال اللي عايشة بتتعلم وعايشة داخل فلسطين يعني تجوب فلسطين يعني طول الوقت بتدفع وبتتعلم نعم هو هذا الصمود على الأرض المرابطة على الأرض الطبيب والمهندس والسياسي والديبلوماسي والكاتب والشاعر الفلسطيني الذي اختار بأم إرادته أن يبقى على هذه الأرض وأن يقول أنه سيبدع وسيمارس كل أنواع الإبداع والنجاح وفي نفس الوقت سيذود عن أرضه سيذود عن هويته لن يغادر هذه الأرض مهما جرى لذلك لقد ابتلينا بأسوأ احتلال على الإطلاق ولكن أيضا هذا الاحتلال قد وجه بشعب صامد على أرضه يعي قدسيتها يعي أهميتها ولن يغادرها على الإطلاق الحقيقة أستاذ ناجي نحن نحلم بيوم الفرج واليوم اللي ممكن يكون كلنا موجودين أنا بتغالي الكل حيمشي إلى فلسطين علشان نحقق يعني نشوف العالم ونشوف الناس ونرجع أرضنا وبإذن الله ربنا يكتب لنا العمر ونكون من أوائل الناس اللي موجودين بشكرك شكرا جزيلا هيظل يوم النكبة زي ما اتفقنا هو يوم فارق ولن تنسى الأجيال أبدا بشكرك وبوجه كلامي لكل أهلنا اللي موجودين في فلسطين أنتم دايما موجودين في القلوب وكل يوم بيمر عليكم الجميع يعلم كم أنتم مرابدين طول الوقت يوما ما قريبا بإذن الله ندعو ونحتفل بعودة فلسطين خليكم دايما صامدين ونحن معكم دائما نساند ونقدم ونذكر كل الأجيال شكرا شاتكي ومشاهدين أهلا بكم من جديد بكل تأكيد مستميرنا معكم في هذه الحلقة الخاصة حول الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة ورحمة مرة أخرى بالدكتور أحمد الصبح دكتور نريد أن نخصص أكثر في هذا الحديث للوجه الحضاري الثقافي لفلسطين ما قبل النكبة وكنت قد أشار قبل قليل بأن هذه المعلومات قد غيبت ممكن لفترات طويلة عن المجتمعات المختلفة عن الشعوب المختلفة مهم التركيز عليها في إطار ما حل بفلسطين شعب وأرض وقضية لا شك بأن رواية المنتصر الذي استطاع أن يبني وطنا من لا شيء وأن يكرس لفترة بينه أرض بلا شعب لشعب بلا أرض مرت علينا فترة ما بعد النكبة كان من الصعب أن تصل رسالتنا ولكن التاريخ لا ينسى والتاريخ مسجل مثلا عندما تم سك الانتداب البريطاني على فلسطين من عصبة الأمم عام 1922 من الجدير بالملاحظة أن نتذكر وأن نذكر أسادة المشاهدين أن هذا الانتداب كان يجبر قوة الانتداب البريطانية على تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير أسوة بالشعوب اللي حولنا يعني الانتداب الفرنسي على سوريا انتهى عام 1943 وعلى لبنان وصار في استقلاد وعلى شرق الأردن عام 1946 إنما الانتداب البريطاني بفلسطين مش بس لم يمكن شعبنا من أن يصبح أسوة بشعوب المنطقة والشعوب العربية إنما كانوا يريدوا من الانتداب أن يطبقوا من خلاله وعد بيلفور وأن يحرموا الشعب الفلسطيني ليس فقط من حقه في إقامة دولته وتقرير مصيره إنما تسليم أرضه ومقدراته للمشروع السهيوني الجديد لكن نذكر نذكر إحنا كنا مصدرين أساسين للحمضيات في ذلك الوقت برتقال يافا كان يشاهد في الأسواق الأوروبية وكان على كل برتقال مكتوب في العشرينات إنه هذه من يافا لم تكن هذه إنشاء من إسرائيل الدولة إنه يكتبوا عليها جافا لا كان تصدر كان طلابنا في الجامعات البريطانية والأمريكية قد وصلوا الجامعة الأمريكية ذهبوا ودرسوا بها بالأشرينات من القرن الماضي بكل تأكيد ستبقى حاضرا معنا دكتور في خلال هذه الحلقة لنسمع أيضا المزيد حول فلسطين فلسطين الثقافة وفلسطين الحضارة وفلسطين التحدي والصمود حتى هذا اليوم من قبل أبناء الشعب الفلسطيني ولكن نتوجه مباشرة إلى العاصمة الأردنية عمان والزميلة لانا العطيات نتابع معها أيضا حول هذه الذكرى ذكرى الخامسة والسبعين للنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني ونعود من جديد لإستكمال هذا الحوار إليك لنا نستذكر في الخامس عشر من أيار وبكل فخر وشموخ واعتزاز تضحيات ومشاركة الجيش العربي المصطفوي لما قدمه على ثرى وأرض فلسطين الحبيبة ونستذكر أيضا في الخامس عشر من أيار أرواح شهدائنا الأبرار من جيشنا العربي المصطفوي الذين ضحوا بأرواحهم على ثرى فلسطين وقدموا ما يمليه عليهم الضمير العربي اسمحوا لنا مشاهدينا في كل أرجاء الوطن العربي أن نرحب بيئة دكتور بكر خازر المجالي أستاذ التاريخ أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا بك دكتور بكر الآن هناك ظروف وبيئة عربية وظروف سياسية وأمنية مسبقة جاءت قبل حرب الثمانية وأربعين مما أدى إلى هناك كانت ظروف سيئة على الفلسطينيين في الداخل وعلى أرض فلسطين هناك كانت انتهاكات ما هي الظروف المسبقة التي جاءت حتى تفجر حرب الثمانية وأربعين إذا أردنا أن نعود إلى التاريخ القريب في مسألة حرب الف وتسامية وثمانية وأربعين نعم نجد أن البزر الأولى تبدأ في وعد بلفور في 2011 ألف وتسامية أو سبعة عشر نعم اللي أوضحت ما هي الأطماع التي تستهدف الأرض العربية الفلسطينية ومن ثم من بعد التداعيات فيما يتعلق بهذه المسألة وخاصة في ظل الانتداب البريطاني لفلسطين وكيف كان هناك وعي قوم عربي مبكر خاصة هنا في الأردن كانت المؤتمرات الوطنية الأحزاب الأردنية كلها تركز وتنبه إلى خطورات الوضع في فلسطين وكيف أن أرض فلسطين مستهدفة وكانت قرارات الأحزاب الأردنية تدعو إلى الانتباه إلى الهجرة اليهودية إلى فلسطين ومن ثم كانت الزعامات العشائرية الأردنية والمؤتمرات الوطنية الأردنية تركز على دعم فلسطين في ثوراتهم وتوريد الأسلحة إليهم بكل شكل من الأشكال وخاصة خلال ثورة 1936 التي هي الثورة الفلسطينية الكبرى وبالتالي كان المجهود الأردني بشكل خاص والمجهود العربي بشكل عام يتجه بشكل رئيسي نحو الخطر المقبل القادم من تداعيات التجاهل والتغافل عن ذلك الخطر الصيوني على هذه الأرض إلى أن انفجر الوضع في عام 1948 وكانت البدايات الأولى لعام 1948 هي بقرار التقسيم الذي كان بـ 28-11 من عام 1947 رقم 181 هذا القرار الذي فعلا كان هو بإعلان الحرب وبالتالي العرب أصبحوا يدركون أنه لا محالة من الصدام العسكري فتولت الجامعة الدول العربية في ذلك الحين التي كانت قائمة كيفية الإعداد والتصدي للخطر الصيوني والاستعداد للمعركة القادمة فكان القرار من جامعة الدول العربية هي بضرورة استخدام القوة العسكرية فوضعت الخطة العسكرية التي وزعت الجوش العربية على الجبهة كاملة من سيناء جنوب سيناء تقريبا والجبهة الأردنية والسورية واللبنانية وأيضا اشتراك دول عربية أخرى خاصة العراق الذي أرسل جيش كبير إلى المنطقة والجيش السعودي الذي اشترك أيضا مع القوات المصرية في الجنوب ووصلوا إلى منطقة الألاترون هذه الجهود كلها تكللت فعلا بحجد هذه القوة واختارت جامعة الدول العربية أن يكون الملك عبد الله الأول في ذلك الحين قائدا عاما لهذه الجيوش التي كان هدفها الأول هو وقف الأطماع الصهيونية وإبقاء فلسطين عربية لكن الذي جرى في مبعات تداعيات سياسية أخرى مختلفة أدت إلى ما كانت عليه هذه الظروف بفعلا إقرار التقسيم في ذلك الحين وأصلا التقسيم بحد ذاته كان يدعو إلى دولة يهودية ودولة فلسطينية فربما ضاعت فرصة إقامة دولة عربية في ذلك الحين واليهود أمعنوا التصرف ليس فقط في إقامة دولتهم المزعومة بل أيضا في الاستلاع على أراضي لم تكن مخصصة لهم بموجب قرار التقسيم في ذلك الوقت وانتهت الأمور إلى ما انتهت عليه ونحن نعيش الآن تداعيات هذا الموقف نعم لكن قبل أن نقول بأن هناك تداعيات كانت هناك تضحيات التضحيات كبيرة جدا وكان هناك أهل القرى وأهل المدن في الأردن هبوا كلهم مع الجيش العربي للمشاركة في تلك الحرب وعلى ما أعتقد حسب المعلومات بأنه حتى الملك المؤسس الله يرحمه جلالة الملك عبد الله في ذلك الوقت كأنه طلب بتشكيل لجنة وصايا لأنه هو يريد من يقود هذا الجيش نعم لأن نتحدث عن ماذا قدم الجيش العربي في ذلك الوقت نعم هناك تضحيات للجيش العربي الأردني تضحيات للمواطنين الأردنيين وعلى شائر الأردنية وتشكلت جيش شعبي من العشائر الأردنية كان مثلا القائد هارون الجازي قاد مجموعة من العشائر الأردنية المتطبعيين وقاتلوا هناك مجموعات كبيرة من أهل الشمال دخلوا وقاتلوا وقدموا التضحيات العديدة مثل سالم الهنداوي وغيره هؤلاء هبوا للقتال في فلسطين واستشهد العديد يعني من العشائر الأردنية استشهد ما لا يقل عن خمسين شخصا الجيش العربي الأردني قدم تضحيات وقدم أكبر نسبة شهداء بالمقياس العسكري عندما يقدم الجيش تقريبا عشر بالمئة من مرتبه كشهداء يعني قدمنا نحن حوالي خمسمائة شهيد من أصل خمس تلاف جندي لذلك هذه يعني رقم كبير جدا بالمقياس الجيش الحالية أكبر جيش لا يزيد تعداد شهدائه عن 2% مثلا وهؤلاء قدموا تضحياتهم لأنهم كلهم كانوا متعلقين بالأرض الفلسطينية متعلقين بالقدس والجيش العربي الأردني كان موجود من عام 1941 في فلسطين يعني قبل سبع سنوات من بدء الحرب وكانت لهم علاقات وثيقة مع أهل فلسطين مع العشائر الفلسطينية كلها وكانت فيه مصاهرات وكانت معرفة في الأرض وهذا ما ساعد الجيش العربي الأردني لأن يحقق الانتصار في حرب 48 أنه لم يخسر أي معركة كانت لكن الخسارة كانت في المعركة السياسية هذا شيء آخر أردني قدم كل ما يستطيع في سبيل الحفار على القدس وفعلا الملك عبدالله الأول هو كان قد وجه رسالة إلى الجنراري وقال في مقدمتها تعلمون كم هي قيمة القدس عند العربي نصارى ومسلمين وأن أي أثر أو مساس بها سيمس العرب جميعا ووجه الجيش كله لأن يذهب إلى القدس في ذلك الحين وفعلا الملك عبدالله الأول عندما تقريبا تأزمت الأمور في الجبهة لم يكن لديه ولي عهد في المعنى الصحيح فهو قد طلب من رئيس الوزراء توفيق أبو الهدى في ذلك الحين أنه أنا بدأ أروح هناك وأقاتل وأقود الجيش وشكل مجلس وصايا ليتولى العرش بيمان بعدي إذا نلتو الشهادة دكتور خلينا نتوقف عند هذا الجانب يعني وتبعيات هذه الحرب إخواننا وأشقان الفلسطينيين اللي جاءونا على أثر حرب التمانية وأربعين جانب الأردن الإنساني كما هو يعني واجب وهذا ما جميعنا كأردنيين نؤمن به بأنه انتماءنا إحنا كأردنيين وكفلسطينيين هذه يعني أماكنهم ونحن أهلهم وجاءوا الجانب الإنساني في هذا الموضوع نعم هي عندما هجر بوسائل مختلفة إخواننا الفلسطينيين من أرضهم الفلسطينية العربية وآتوا إلى الأردن هنا كل الأردنيين فتحوا بيوتهم نعم وتقاسموهم الحياة بكل معانيها كاملة ونعرف قصص كثيرة حول هذا الموضوع وعلى مستوى الحكومة المستوى الرسمي كانت هناك قرارات إنسانية كبيرة فيما يتعلق بمعيشتهم وحتى أن الحكومة الأردنية صار فيها وزارة اسمها وزارة الإنشاء والتعمير نعم تطورت فيما بعد إلى وزارة شؤون اللاجئين وغيرها ثم الآن إلى مستمعات أخرى مختلفة للاهتمام بشؤونهم عدا عن النضال السياسي الأردني في مجال المحافلة الدولية وستبقى فلسطين عربية إسلامية إن شاء الله دكتور بكر خازر المجالي أستاذ التاريخ كل شكر لحضرتك ونقف جميعا إجلالا وإكبارا لمن هم وساما على صدورنا جميعا جيشنا العربي شهداء أرواح أيضا أرواح شهدائنا اللي ضحوا على ترا فلسطين كل التحية إليك في بيتنا لكل وأمنياتنا لكل الأمة العربية إن شاء الله بالخير والسلام شكرا دكتور شكرا لكم نستكمل معكم ودكتور أحمد صبح دكتور عندما تحدث أيضا عن المؤسسات الفلسطينية التي كانت قائمة على مدار هذه السنوات الطويلة نتحدث أيضا عن الميناء ونتحدث عن المطار ونتحدث عن الوجه الحضار الذي كان مشرك من هنا من فلسطين هذه القضايا أيضا كيف هي ما بين الماضي وكانت موجودة وقائمة واليوم بتنا ننشد وجود مطار وننشد وجود ميناء وكذلك الإصرار أيضا من قبل الفلسطينيين على أن تكون كل قضاياهم حاضرة في المؤسسات الدولية في الدفاع عن الحق الفلسطيني تحت عن فرقات ما بين الأمس وليوم 75 عام غيرت شكل المنطقة برمتها ليس فقط في فلسطين ولكن هناك تغير كبير في المنطقة برمتها لعلي أشير أيضا في سياق ما تفضلت به إلى القطاع الاقتصادي يعني إنشاء بنوك بفلسطين ما قبل النكبة يعني نشهد مثلا البنك العربي نشهد الفلسطينيين اللي أقاموا أكثر من البنك في لبنان نشهد المسرح اللي الفلسطينيين ذهبوا إلى لبنان وإلى القاهرة وكان إلو تختوا إلو فرقوا إلو مسرح ميناء حفا للأسف الشديد استغل الانتداب البريطاني لجلب مزيد من الهجرة اليهودية لاستعمار فلسطين لكن كان ميناء مكتملا مطارنا كان يرسل طائرات قبل النكبة وتذهب إلى القاهرة وتذهب إلى عواصب عربية عديدة كانت مؤسساتنا الفلسطينية إنت أشرنا للمكاتب وإلى المتاحف كان لدينا متاحف والمتحف الفلسطيني اللي بعض الأحيان يسمى روكفلر باعتمار المبنى لا يزال وإن كانوا الإسرائيليين قد باعوا مؤخرا لجمعية استيطانية ولكن لم يستطيعوا تغيير معالم الخارجية مثلا ليجاء على الحد الفاصل بين القدس الشرقية والقدس الغربية أريد أن أقول بأنه كان لدينا كل مقومات ومؤسسات المجتمع التي تؤهل لقيام دولة بدون الانتداب البريطاني كان سرنا دولة بذلك كيف ينظر برأيك دكتور المجتمع الدولي إلى أن كل هذه الأركان كانت موجودة كل المؤسسات كانت موجودة ميناء موجود مطار موجود كل شيء كان موجود كان كنا نصدر المنتجات الزراعية كل ما أسلقت وذكرته كان موجود هذا المجتمع الدولي بعد 75 عام كيف ينظر لهذه القضية منذ البدايات وحتى اليوم بدأ متبنيا للرواية الصهيونية بأنه لا وجود لنا إحنا عرب والعرب 100 مليون 200 مليون 500 مليون ضيعوا بينهم باعتبار لم يكن لكم هوية عندما بدأت إعادة بناء الذات في الدول المجاورة وتشكلت اتحاد الطلاب ومن ثم انطلاقت الثورة سياسيا وثقافيا وفكريا قبل الرصاصة الأولى بدأ يتلمسوا أنه لا هذا شعب فلسطيني المرحوم أحمد الشقيري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية كان مؤسسا حقيقيا لإطار منظمة التحريف فلسطيني كإطار جامع وبسرعة عاد بناء المؤسسات صندوق قومي اقتصاد ومال مجلس وطني تشريع لجة تنفيذية حكومة صندوق القومي كان بنك واقتصاد وكذا وحط لوائح وحط أنظمي مش بس ايه عمل وزارة خارجية أرسل للبرازيل ممثل أرسل للمغرب ممثل أسل لهندورس في أمريكا المسطة ممثل كان يعي أهمية العلاقات الدولية بمعنى بسرعة هذا الإطار الجديد الذي بدأ يتشكل بسرعة بدأ يبني بمؤسساته باعتبار الشعب الفلسطيني هو شعب مؤسساته وهذا ساعد حتى عندما يعني جاءت حرب حزيران والنكسة واستقادة الرئيس جمال عبد الناصر واحتلال ما تبقى من فلسطين زائد السيناء والجولان وتغير الإطار العربي الرسمي في منظمة تحرير ودخلت حركة فتح وفصائل العمل الفلسطيني المقاوم كجبا شعبية وكجبا ديمقاطية وصاعقة وغير ذلك وشكلوا منظمة تحرير الجديدة كانت هذه المنظمة حريصة كل الحرص على ثلاثة أمور أولا المؤسسة ثانيا التعليم ثالثا الخدمات فضال بقى معنا مرة أخرى دكتور أحمد ونحن نتوجه إلى العاصمة العراقية بغداد ونستكمل في هذه الحلقة مع الزميل أحمد شكري إليك أحمد إذن مشاهدين راح نستمر في هذه الحقيقة التغطية القصيرة من العراق لنتحدث عن أحداث النكبة الفلسطينية التي ما زالت عالقة في ذاكرة العرب مع ضيفنا الأستاذ فؤاد حج وهو المستشار الثقافي والإعلامي للسفارة الفلسطينية في العراق كونوا معنا أهلا ومرحبا أستاذ فؤاد حج في بلدك الثاني العراق وحقيقة أنت لسنوات طوال متواجد في بغداد ومن خلال عملك في السفارة الفلسطينية شكرا شكرا لقناتكم العزيزة وشكرا لجمهوركم وتحياتي لكم جميعا عندما نتحدث عن فلسطين الذاكرة عندما نسترجع الذكريات هذا البلد الآمن كما يسمى البلد المبارك الأرض المباركة أكيد هناك كثير من الذكريات تحتفظ بها وخاصة الأجيال التي سبقتنا تتحدث عن فلسطين وأحداث هذه النكبة أو النكسة بالنسبة لجميع العرب بذكريات ممكن أن تكون أليمة وكبيرة كيف تتحدث عن ذكريات هذا الجيل في الحقيقة نحن حاليا على أبواب الذكرة الخمسة والسبعين للنكبة الفلسطينية هذه النكبة التي غيرت وجه المنطقة وشكلت أكبر زلزال سياسي واجتماعي ما بعد الحرب العالمية الثانية في كل المنطقة العربية وخاصة في بلاد الشام والعراق ودول الطوق المحيطة بفلسطين الاستعمار الغربي استكمل مخططاته السابقة بسايكس بيك وواعد بالفور استكملها بإقامة دولة الكيان الصهيوني وفرضها بالقوة الغاشمة بفلسطين مما أدى إلى تهجير ما يزيد على نصف الشعب الفلسطيني في تلك الأيام هذه إقامة الكيان الصهيوني وتهجير الشعب الفلسطيني وحيث أصبح أكثر من نصف شعبنا لاجئين في الأردن وسوريا ولبنان ومصر والعراق وغيرها هذا أطلق عليها النكبة النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني وبالشعوب العربية قد كانت هزيمة كبيرة جدا في ذلك الوقت للنظام الرسمي والسياسي العربي قاطبة أما شعوبنا فبداية بالشعب الفلسطيني كان يناضل ويقاتل ويكافح ويجاهد مما قبل النكبة وقبل إقامة دولة الكيان الصهيوني كان بثورات مستمرة يواجه الاستعمار البريطاني والعصابات الصهيونية مثل الشتيرين والأرقون وما بعدها استمر أيضا بعد هذه الهزيمة الهائلة التي نسميها النكبة استجمع قواه وبدأ إحراكه وعاد وأطلق ثورته الفلسطينية المعاصرة وبدأ كفاح المسلح بحركة فتح عندما بداية يناير 65 وانطلق العمل الفدائي الفلسطيني والعمل العسكري ضمن وضع عربي كان لا بأس به داعما لمقاتلين والشعبنا الفلسطيني استمرت وتستمر هذا النضال كان هناك الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية والآن كما تروا مواجهات بكل ما نملك من وسائل قوة بكل ما نملك من وسائل لتثبيت شعبنا على الأرض ومواجهة المخططات الاستيطانية والمخططات التهجيرية الصهيونية التي تخطط لتهجير الشعب الفلسطيني والاستيلاء على كل أرض فلسطين التاريخية أود أن أقول أننا كعرب أو كمسلمين يكفي أن نتخذ موقف عربي أو إسلامي موحد باستخدام الضغط السياسي والاقتصادي أعتقد تكفي لجعل دول العالم تجبر على الضغط على إسرائيل أنها تنسحب من أراضي السبعة وستين أذكرك بما حدث من الحضر النفطي التي قامت به الدول العربية ضد الولايات المتحدة والدول الدعمة لإسرائيل بعد حرب الثلاثة وسبعين وهذا قال بالدنيا ولولا كيسنجر ومؤامراته وإلى آخره كان تغير وجه المنطقة منذ ذلك الوقت الآن الوضع العربي ذاهب للتضامن بشكل قوي بدأ هناك تململ من محاولة الغطرة والسيطرة الأمريكية على المنطقة بالتالي إذا كان هناك موقف عربي موحد ضاغط على الأقل بمسألة النفط فأنها ستغير وجه المنطقة شكرا لكم زملائي في برنامجنا العربي بيت للكل وشكرا لكل من تابعنا من خلال فقرة العراق حول القضية الفلسطينية وأحداث النكبة لكم الصوت والصورة مرة أخرى شكرا لكم شكرا لزميل أحمد شكري من العراق وأستكمل مع دكتور أحمد صبح معي في الستوديو دكتور لما انتحدث عن معركة طويلة تدت لـ 75 عاما فلسطينيون كيف أداروا هذه المعركة منذ البداية وحتى هذا اليوم بأجيال متعاقبة ونتحدث عن المستويين الرسمي وشعبي أولا التمسك بالحق التاريخي الثابت الذي لا مساومة عليه ولا تنازل عنه ألا وهو حق العودة وحق الشعب الفلسطيني في أرضه وفي تقرير مصيره وهذا أخذ وقتا حتى ثبت وكرس بالشرعية الدولية بقرارات وكرس برفع علم فلسطين عام 2015 وكرس قبل ذلك في 2012 عندما أصبح دولة غير عضو وكرس قبل ذلك بكثير عندما ذهي بعث عرفات إلى الجمعية العامة عام 1974 ثانيا التعليم ثم التعليم ثم التعليم التعليم للشعب الفلسطيني شيء مقدس به ومن خلاله استطاع الشعب الفلسطيني أن يدير لجوءه ونكبته والحفاظ على حقوقه والحفاظ على مؤسساته ثالثا المشروع السهيوني بدأ في الخارج ونقل وزرع هنا وبالتالي نحن نرتكز صمود ومقاومة على الأرض وتحرك خارجي نشط لأن حيث أنشئت الحركة السهيونية وحيث لا تزال تحظى بدعم من القوة الأولى في العالم وقوة أولى تتجه لأن يصبح قوة كثيرة متعددة الأقطاب الآن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى حركة خارجية نشطة نحن نعول كثيرا على أن المرة الأولى التي سيحيا بها ذكرى النكبة سيكون هذه الذكرى الخامسة والسبعين في الجمعية العامة والمتحدة لأول مرة وأن يلقي الرئيس الفلسطيني خطاما باسم اللاجئ باسم النكبة باسم الشعب الفلسطيني هو الختم اللي بيقول فيه أنه حق لا يسقط بالتقادم وهذا الحق الذي لا يسقط بالتقادم هو عنوان إدارتنا لخمس وسبعين عام من النكبة لم يفتر ولم يضعف ولم يستسلم أي فلسطيني لا رفع رأي بيضة نتقدم لأزميلة لنا العطيات بي الشكر على مشاركتها معنا كذلك في البرنامج وبكل تأكيد لولا وقفت هذه الدول العربية التي أشرنا إليها وكذلك باقي الدول العربية مع فلسطين فلسطين الحق وفلسطين الحقيقة لما بقينا على هذه الأرض صامدين بعد خمسة وسبعين عاما من النكبة وهذا الاحتلال الذي ما زال مستمرا وجاتما على صدورنا نشكر لكم مشاهدي ناطيب المتابعة وموعدنا إن شاء الله في حلقات أخرى من بيت للكل نلقا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة